في أولا حلقات برنامج تغيير مصار أحب أعرفكم بنفسي أنا يوم نجز هقدم لكم برنامج تغيير مصار كل يوم خميس إن شاء الله النهاردة بقى هنتكلم عن مشاكل أسرية قد ايه بتأثر على نفسية الأطفال والكبار معنا مونة جابر استشارة أسرية وتربوية وصحة نفسية أهلا بيجي أهلا بيجي ومعنا الحجة نجوة أهلا بيجي أحكي لنا إيه اللي حصل بالزبط اللي حصل كان دول ولاد ابني وما حصلش نصيب بينهم وبين أبوهم يعني ومامتهم فانفصلوا من سنة ففي السنة جيهي كانت اتجوزت واحد تاني وابتدى بقى يعزف الأطفال وما كناش نعرف بعد كده هي جات سكنت عنجي في المنطقة لأن هما في منطقة وأنا في منطقة هما في القباري وأنا في العجمي فما كملتش شهر سكنة في العجمي وراح جاي الجار كان بيجي نور درس فما لقى فيه تعذيب جامد للتفلين فجلنا وقال لنا روحوا خدوا العيال لأن العيال بتتعزد يعني إحنا فكرنا يعني عاجي كده أمهم بتضربهم بتاع لأ لقينا المشوار أكبر من كده طب ليه ليه إيه السبب إن فيه زوج أم مثلا يعزبه أطفال ليه إيه السبب اللي خليه ليه جيب تحته هو بقى ليه ده بني آدم طبعا أولا هو عيل عنده عشرين سنة طب ليه الأم وفقت على تعذيب الأطفال إيه السبب مهرفش رغم هي مرتبطة بالصغير قوي 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 وقبل تعليلي كده مش عارف ده تعذيب مش تعذيب عاجي يعني ده طفي سجاير في دهرهم أيوة في دهره فيه طفي سجاير الضرب يرفع وشه كده ويجي له بصيف على زوره يمسك إيد ياسين النور كده ويلزقه في الحيطة ويفرق عصبه ويقصره له حاجات غريبة كده طب أتأثره زي الأطفال يعني قديت أتأثره في كتير وما بيقول نفسيا أحكيلي نفسيا نفسيا غير جاساتيا ياسين عمره ما تعلق أن يبات عندي غيره والدته معين أما حصل المشوار ده وأنا طلعت على الاسم وخدتها وكده ياسين مسك إيه جي قولي تيتا هروح معاك عشان هيدربوني كده أما خدتوا البيت اليوم ده بقى يقوم مفجوع لأ لأ مش أنا مش هقول مش هكده بقى يتكلم هو نايم ويقوم مفجوع وانت بطبع ليه وينام طول الليلك بقى على كده يعني أنا وعميته الكبيرة بقى إنا نعياته أن يبص المفجوع بأكيد ده كان بينام مسرعه في البيت أما هذا شوية يومين ثلاثة آه تمام ما حضرت بقى يقولي تيتا أنا سمحهم بيقول لها هاتي ياسين يعني هو في دماغه هاتي ياسين وكل ما يشوف حد يقول هو ده هو ده الشخص ده أقول له لا مش هو لا مش هو ده طب يا دكتورة مونة هو عادي يحصل أن زوج الأم يعذب الأطفال بالشكل ده لا هو مش بالشكل ده ولا بشكل تاني طبعا هو ما فيش أصلا يعني فكرة لنفسين وجسدين تعذيب بتاع زوج الأم أو مرات الأب دي مشهورة يعني منتشرة جدا وده يقول لأن فيه تراب نفسي طبعا سواء للزوج أو للأم اللي هي قبلت ده طبعا نتيجة أنه حصل انفصال ما بينها وما بين زوجها فمفروض كانت تحسن الاختيار في الزيجة التانية أيوة صح فده يقول لأن هي عندها مشاكل نفسية لازم تتعالج منها تمام دي نقطة النقطة التانية برضو أن احنا أكيد المعلومات دي حرك عرفها من الأطفال ولا عرفتها عن طريق مين أنا الجارجي قاله واللعيال كملوه يعني طريقة التعذيب والضرب وده عرفتها إزاي من الجار الجار عرف إزاي ما هو بيدرس لنور ودخل دربه بسبب من اللي بيعمله فيهم الجار دخل دربه بسبب اللي هو بيعمله في العيال ففي الآخر لما لقى ما فيش فايدة هو كده على طول فجي قال لنا ما كده إحنا مكناش نعرف حاجة تمام طب حركة الأكشن اللي أخدتوه مع زوج الأم عملته إيه معي؟ إحنا ما نعرفهش شخصيا طبعا فكل اللي عملته إن أنا جبت والدتهم عنجي البيت وأنا جبتهم عشان أشوف في الأول أما إبني عرف رح لها البيت تمام غير قضع كلامك قوليني بقى يا دكتور مونو إحنا إزاي نتعامل مع الأطفال في السن المراهقة مصر هو حركة متكريمة وبعد الوضع دي طيب لا هو إحنا إحنا يعني ما ينفعش النط فجأة على سن المراهقة وهما لسه في العمر ده بس اللي حيتأثره نفسيا لغاية ما يكبره طبعاً هيتأثره فإحنا مفروض فجيات دي مش بتتنسي تقريباً هي مش مش بتتنسي هي لو ما اشتغلتش عليها طبعاً هتسبب لك مشاكل كتير جداً في المراهقة ممكن طبعاً التروات نفسية عدم ثقة بالنفس للطفل يحصل له نعزال يحصل له عدوانية أنانية يعني مشاكل كتير جداً لا تعد ولا تحصى ممكن تحصل أطفال ولكن إيه جداً اكتشفت ده بدري فإيه لا يا خلا نستنى نستنى المراهقة احنا نبدأ نشتغل عليهم دلوقتي نشتغل عليهم طبعاً نفسياً بحيث نمحي أثار الضرب والآذر اللي هم تعرضونه ما فيش حاجة تتناسع من الزاكرة ولكن الشعور هو اللي هيتناسع فاهماني يعني لما الطفل دوت هيفتكر الحدث ممكن لو ما اشتغلتش علي دلوقتي هيفتكر الحدث مصاحب للشعور اللي هو حسه اللي هو شعور الألم طبعاً فكرة وجود مامته هو يعني بيتضرف وجود مامته في قدر الأمين دفحت ذاته برضو هيفضل فكره ولكن لو هي اشتغلت عليه من دلوقتي بدأنا نعالجه نفسياً بدأنا نقلل الأثار ديت طبعاً هيفتكرها ولكن من غير الشعور طيب احنا الفترة الجاية جدة تتعامل ازاي مع الأطفال؟ هو احنا مفروض يبقى فيه تواصل مع الأم حضرتك في وسط الكلام بتقول يعني بعد ما عرفت موضوع الضرب كلمت الأم وخلتها تيجي اذا فيه تواصل ما بينك وما بين الأم؟ لا مش بعد ما حصل كده لا انا جبتها احنا سمعنا لكن انا جبتها على السوم ان انا خايفة على ابني اللي يعمل جريمة برضو معنى ان حضرتك تقولي جبتها اذا فيه تواصل ما بينك وما بينها ايوة جبتها على اساس عزمها مع العشاء ومش عارفة اللي فيه ايه تمام يعني اذا التواصل ما بينك وما بين الأم جيد ايوة فيه تواصل بس بعد اللي حصل ده ما اكيد بس يعني انفصل مدته سنة فيه تواصل جيد ما بين المامة ايوة الاب او والدة الزوج يعني والأم فنقدر نعتبر ده خيط نقدر نعتبر ده خيط نبدأ منه لان العلاج هيبقى عن طريق الام او الحاجة والجدة لازم نعرف موقف الام نفسه ايه يعني هل هي كمان متعرضة لضغط من الشخص ده يعني طبعا ده سوء اختيار واضح تمام ولكن هل هي كمان متعرضة لنفس الضغط ولا هل هي نتيجة اثار الطلاق اللي قبل كده فهي كمان حصلها اتراب نفسي عامت اسقاط على اولادها فدي نقط كلها لازم نحط ادنا عليها عشان نقدر نعرف الحل فهماني يعني ما نقدرش نقول حل ان جنرال لان دي حالة احنا منتكلم عن حال لازم نعمل ندرس حالة عشان نطلع بحل يخص الطفلين دول فهماني طب هما هيتأثروا نفسين في السن ده يعني هما عالفين اللي بيحصلوا طب هنتعامل ازاي مع الموقف ده هنعمل لهم ايه في المستقبل كمان هو احنا لو بدأنا دلوقتي احنا كده هنتفادل لا يحصل في المستقبل تمام كل ما منسيب الموضوع اكتر المشكلة بتزيد فهماني هما دلوقتي اطفال يعني كل اللي عارفينه هيتكلموا انه اتضربنا هيقولوا اسم الشخص ده لكن مش هيدخلوا في ما وراء الاحداث هيبقوا لسه مش فهمينها فهماني فنشتغل عليهم دلوقتي مش هيحصل حاجة بعد كده اوه هيبقى فيه قصار بسيطة فهمان طيب ازاي هنتعامل معاهم مع جوز الام كمان جوز الام الاساسي لا هو زوج الام مش احنا اللي هنتعامل معاك يعني حضرتك القانون كمان مفيش لا هو طبعا الموضوع هي قالت عملت المحضر هياخد بالاجراء القانوني بتاعه وبردو هنرجع لحيان الفكرة بس نفسية الاطفال دلوقتي يعني النفسية دلوقتي انا عملت المحضر وجبت تقرير والنيابة طلبانة يعني يوم التلات بإذن الله ده الاتجاه القانوني الخاص بلا ان انت ملكيش سلطة على زوج الام ما تقدرش مش هتقدرك تتعاملي معاك مباشر تمام وبردو انت حريك مفوت تتواصل معاها نعرف هي حاليا علاقتها ايه بيه هل هي لسه معي هل ثبت ونتيجة حريك بتقولي هي متعلقة بطفل من بالصغير بصور معنا دلوقتي على الهواء احنا عنشوفها اه ده التلات طفيات اللي بدهره اه زي ما احنا شايفين ده وهم مع ابوهم ومامتهم بس في هنا جولي كده بالمنظر ده بين اول اثار كانت خفت كمان ده كده كان خف دي مش اثار الدربة اب بصراحة لا اب ايه ما زالت لحد دلوقتي في وشه مازالت جايلي نفسيا اه 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 هي الواقع دي حصلت من قد ايه اه احنا عرفنا يوم 28 9 28 قبليها بحوالي ممكن خمس ستة ايام كده مم يعني عابلنا الجارجي قال وبتاع بس احنا مكناش يعني ممكن يعني الام ضربت قلم بتاع كده مكناش عارفين المشوار كده طب دكتور موضع هو انا عندي سؤال مع دي اذنك انا عندي سؤال للجدة بس انا عايزها هو ايه الهدف بتاع حضرتك من من الحكاية يعني ايه الهدف من وجود الاطفال حاليا معنا اه لو شفت المنظر اللي هم جون به والحالة ونفسيتنا احنا عادنا اذبوع تعبانين احنا كبار انا عايزة اتعاقب انا عايزة اتعاقب انا عايزة اتعاقب ايوه احنا عادنا اذبوع نفسيتنا انا وبابا وعماته نفسيتنا متدمرة وبقينا نعيط كل يوم كل يوم كل يوم بينام كلنا متنكدين طب طفل زي دا تحمل العذاب ازاي وقد ايه وينفع كده 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 في عينيه ازاي ازاي تطفي السجارة في دهرو هذي اذنك هو حارتك عايزة تقضي حقك من منه فاتجهت الاتجاه القانوني والقانون واخد مجره ايوه 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 فخلاص انت كده اتجهت اتجاه سليم اه ولكن ما بعد الاتجاه ده يعني ايه في دماغك عايزة تعمل ايه تاني هو انا عايزة اعرف بس هي الام بتسأل على الاطفال دلوقتي بتسأل عنه اه هي كلمت ناس اه دي ياسين هي كلمت ناس عايزة تشوف ياسين هتوافق انها تشوفه هوافق اه طب هي الاطفال بيسألوا على مامتهم في الماما خالص طب تروحوا لها لأ حتى جدتهم اتصلت من كام يوم برضو على سم ياسين خد كلم مامتك قال لها لأ خلاص مش عايزة اكلمها هو الهدف بارو اسبوع يعني فهم ملاحقوش هم لسه نتيجة الازة اللي هم حسينه فما صدقوا روحوا في مكان ما يكونش في الازة ده فطبعا ما يسألش دلوقتي وقصان الفترة مش طويلة يعني اسبوع ما تعتبرش فترة طويلة وما نقدرش نحكم بها دلوقتي طب هم ما سألوا على موتهم طب هو اللي احنا بنعمله دلوقتي او اللي انا استشفيته من كلام حضرتك ان احنا بنستجوبهم كتير ولو احنا عايزين نعالج الاطفال دي نفسيا انا مفروض ما نستجوبهمش كتير طيب طب انا عايزك يتوجيه رسالة زوج الامة يتعامل ازاي مع اطفال قضي الله عشان الصور هو برضو مش اطفاله طبعا انا هوجيه رسالة مش لزوج الامة ده تمام ليه؟ بصفة عامة بصفة عامة لا وزوج الامة ده هو كده عنده مشكلة لازم يعني ياخده على علاج الاول علاج نفسي اه يعني مشكلة نفسية اه لان هو غالبا هيكون عامل كده طبعا لازم يعني فيه حاجة اسمها دراست حالة لازم اعرف الابعاد كلها عشان تقدري بس هو في كل الاحوال اين كانت الاسباب فالعمل وده طبعا شيء غير مقبول شيء صير طبعا فلكن يعني الرسالة واجهها لكل سواء زوج الامة او مرات الاب يعني لاني طبعا نسب الطلاق عالية زي ما حضرتك عارفة فحالات الزواج سواء الزوجة او الزوجة كتيرة فانت اب يعني هي الرسالة انت في الاول وفي الاخر انت اب والزوجة دي ممكن تجيب منها اطفال فتعملهم تربيهم صح من الاول هنتكلم من قبل ما بقى فيها اطفال احنا نختار صح انت اكيد ما انفصلتش او انت انفصلت عشتي اكيد تجربة طلاق تجربة يعني تجربة زوجية سيئة قدت للطلاق مش هنكررها تاني ونجيب اطفال تتظلم تاني فلا طبعا هي يعني لازم يعني اوجه لهم رسالة ان هم يربوا صح ويعتبروهم اطفالهم لان امه الرجع يبع عندهم اطفال طيب انا بشكركم جدا نورتيني الحجة نجوة ومرسية نورتوني وهنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع تاني شكرا يا دكتور مونو جدا شكرا نطلع فاصل وهنرجع عليكم تاني موسيقى ورجعنا لكم تاني ومعانا لسه دكتور مونة استشارة نفسية وتربوية من ورانا ومعانا سالي مطلقة احنا عايزين اصلا نبدأ نناقش في موضوع ان موضوع الطلاق ده بقى موضوع بشع في المجتمع بقى حاجة كل يوم بتحصل يعني احنا دلوقتي النهاردة هنتكلم بالتفاصيل الموملة عنه فاحنا عايزين بقى تحكي لنا اللي حصل يا سالي اتطلقت ليه اتطلقت ليه يعني اختصار الوقت واختصار الموضوع هو قرر ان هو يتجوز زيئة تانية اي انا كنتش عايشة في مصر كنت عايشة في ببي وقال لي ان الظروف الازمة الاقتصادية مش هينفع ولازم ننزل مصر ما ابدأ اي انا عندي تريبل توقام وعندي ابني رابع فقلت لي تسوكي فهو قال لي وان يور ونرجع تاني فانا خدت كلامه تسوكي وخلاص يعني هي سنة واحدة وانا مكنش مرتبة حيتي خالص ان انا هايش في مصر من بداية اصلا ما كناش عامين بيت للزوجية او اي حاجة وهو عايش هناك واهله كلهم هناك بس واخدين شقة الحمد لله فخلاص بقى نزلت ونقلت الاولاد خدت الفايلات بتاعتهم بدور على مدارس ودني اوكي قعدت شقة مفروش شهرين اثنان شهرين دول بقى على جدال مع بعض لأ على المصاريف لأ مش عارف ايه لغاية لما حاليا هو يبقى اخو مراته هو اللي كلمني هو صديق لي يعني فقال لي الحكاية بتقول كذا 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 هيتجاول اختي قطلوا الف مبروك بس بليز انا عايز اتطلقتيني ساعدين انت تاخد لي الخطوة ديته فعلا اجمع هو والدته وجابه وقال له هو طلقني سألت في السجل لأ ما فيش طلق فرجعت لهم تاني لأ ما اطلقش فطلقني غيابي جابه له محامي وطلقني غيابي والحمد لله حصل محامي مش في الطلاق اي حد بيمر بالتجربة طب هو الاب بيشوف الاولاد بعد الطلاق خالص يعني بعد السنة وثمان شهور نزل على المدرسة بدون علمنا خالص طبعا مفيش علاقة بيني وبينه نهائي يشوف مستوى الاولاد كانت فيه مشاكل نفسية للاولاد في المدرسة ففجأت اني المدرسة بتقول اني ولد الاطفال الموجودين فانا بصراحة قلقت فروحت فاول مرة اللي احنا لقابل بعض فالمقابلة ما كانتش بالنسبالي يعني مفاجرة اللي خاد الخطوة ديت وهنت عليه عشرة واطفال واربع اطفال خاصة الحالة الصحية اللي تسمح بانجاب مرة اخرى فتوقعت انه هو يبقى جاف جاف المعاملة مع طلقته مش جاف مع المعاملة مع اطفال اني يقعد مع الاطفال في مكتب في المدرسة ما يكملش ربع ساعات وبعد كده انا تعبين انا رايح للدكتور فالاولاد يقوله بليز بليز تغدى معينا فاللي هو بسيط اشوف اولادك يتغدوا فين ونروح للمكان طب يا دكتور مونة ازاي الام تتعامل مع الاطفال في غياب الاب هو انا تتعامل ازاي في غياب الاب هو مفروض مفيش حاجة اسمها كده يعني مفروض حالك بتقولي الاب موجود طبعا واضح ان المستور الاجتماعي كويس فمحارك بتقولي نزل مش عارف اقدمت الفايل بتاع المدارس يعني الجانب المادي ماشي كويس تمام؟ من ناحيته من ناحيته مع الاولاد ده اللي انا اقصده اه لا من زي ما حضرتك نتخيلها دلوقتي انا في مشكلة كبيرة جدا مصابة الولادي بيضيع تماما اه بدون ذكر الاسامي المدارس هم كانوا بره في مدرسة هقولي حضرتك يا تاع يعني معدل المصاريف خمسمائة الف في السنة لما انزل هنا في مدرسة وانا اللي اختارها عشان انت ظروفك مستمحة وهي انتروناشنال بس اقولي حضرتك مثلا تقولي مثلا فرنج 150 اما يبقي للمصاريف من السنة الفاتت حوالي 52 الف وبالتالي المدرسة تاخد دلوقتي اجراء اني اوكي هاتي الاولاد بس مش هسلمك كتب بس مش هطلع عليك شهادة اوه معلش السبب ايه يعني هل هو مش يعني انت مشكلتك ايه حاليا المشكلة اني انا مستعبة الولادي بيضيع الاولاد اللي هاتي مدخلوش المدرسة لمصاريف السنة اللي فاتت مدفعتش جزء منها اوكي بلاس مصاريف السنة دي فانا دلوقتي واقفة في النص لانا قادرة اسحب الفايل ان انا انقلهم مدرسة تانية عشان اعادي بيهم السنة دي ولانا قادرة ادفع المبلغ الاثنين وخمسين واروح ادور على مدرسة تانية تمام واقدم لهم في مدرسة تانية طيب وحصل اي تواصل كتير لدرجة ان انا كلمت اخه مراته كلمت عم الاولاد المفروض انه هو يعني مستوى اجتماعي كويس جدا ان شغال في بنك دبي الاسلامي كوسمي تشريع يعني هو اللي بيحط بقوانين الشارع ان اوكي ينفع تاخد لون او اسمه ايه قرد عشان حلال وحرام فانت ملتحي وانت ملتزم فانت عارف صلة الرحم فانت ازاي اقبلت على خطوة انك تقطع صلة رحمك ولما انا اتصل بغض النظر انا اهلي اين كان فاول عن اخر انتوا ليكم مصلحة الاولاد في مستقبلهم تربويا اخلقيا الحمد لله بشهادة مدير المدرسة الاولاد اول يعني في اي مدرس في الدنيا لما بيحصل ديفورس الاولاد بيخشوا انه هما بيتحط اسمهم كاسس سايلي اقوليلي ات عاملت ازاي نفسان بعض الطلاق نفسياتك كت عاملة ازاي لا هي صدمة واتقصرتي ازاي انتي واولادك كمانا ما انا اقولك ما ابدأ ايا من ناحتي انا كت صدمة لي لاني انا عشرة عشر سنين مرنا بحاجات كتير جدا من ضمنها الحالة الصحية لدرجة ان انا كنت من وراء اهلي هتدي له كلك وانزلنا هنا وعملنا اجراءات بس الحمد لله ان التحاليل مطلعتش موته طبقة فهي دي البوينت اللي وقفتني وانا اللي كنت بقوله يعني ما تقولش نزل انتي مامتو ونزل اخوك يعودوا بالاولاد لاني انا مش هقول الاهل اهلي مش هوافقوا فانا هدهالك عشان يحفصلتنا زي بعض ففجئت بعد ما حصلش نصيب هو عشاف متبرع وزرع بعد ست شهور بالزبط هو لازم بنزلي مصر ومش عارف ايه اوكي بلاص انا مخدش حكتي اصلا من هناك ومعنديش عفشو معنديش اشاقة موجودة بس مش متوضبة الاهم من ده كله هو مستقبل ولادي اللي انا واقفة محل كسر ثلاث سنين طيب قولي يا سيلي اطفالك بيسألوا على باباهم فين؟ بيقولوا بكيش بابا فين خالف؟ لا 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 انا عندي بنطي الموقف ده بس الضبط بعد الثاني شهور من نزولي من نزولي من هناك عمري مهنساية هي قاعدة كان عندها بروكت في المدرسة ان هو يعمله موبايل قصت الموبايل وركبت وركبت الزراير فانا قاعدة في الغرفة بتاعتي وهي قاعدة فبص في المراية برتب الحاجات وبص عليها من المراية فهي قالوا ايوه الشرطة هيك اتصدمتني بالكلام اللي انا هقوله ساعتها كان حوالي سبع سنين ونص سنين قالوا الشرطة فبلير في واحد طبعا هي اول قالت في واحد دي انا انتبحت عليها يعني في واحدة تشتكي على حد مجلش ببري خالص فهمي هتتكلم عن مين اه ما بدأين هي مش بتقول بابي ولا بتقول مامي هي بتنادينا بقى سامينة يا وائل يا سالي اللي بقى لو الموضوع ارجنت اوي فمامي حصل كذا بابي حصل كذا فلقيت في واحد اسم فلان كذا كذا كبنة هي مش بتكلم مصر كويس كبنة من دبي نيمنا على الارض لغاية لما الريننج نزلت ودخلت عندنا جوا الشق او احنا كنا نيمين على الارض بليز ممكن تاخدوه عندكو جوا فلا هو انا حصل لي تشوك انتي بتبلغي عن باباكي واول حاجة ما قلتيش بابي او واقب طيب ومعليش انا ممكن يعني انتي بتقولي حصل لك تشوك من ايه يعني ايه يعني انتي ما توقعتش ان السن ده والكلام اللي بيتقال انتي انتي مش لقية او مش لقية تواصل فانتي بتشتكل حد ان بابايا ما قلتش بابي حتى او اسمه فيه واحد فهي اعتبرته غريب فدي بالنسبالي لا انا 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 في بيت والدي والدي اه في بيت والدي والدي احنا مطربتين جدا مش الاب والام الاسرة نفسها عيلة الاب وعيلة الام طيب هتقاطعك يا سيدي انا هتكلمك بس في حيث تساني احنا عاديين بس المعرف هي هتتعامل ازاي انا عادي اوضح لها هي يعني الصدمة اللي حصلت لها عشان كان انا بسألها ليه لان احنا الطبيعي لما لو تكلمت اي حوار قدام الاطفال هتلاقيه بعد شوية انا قاعدين لا هو ممكن يبقى انت تتخيل ان هو مش مركز معيك بس ممكن تلاقيه بعد شوية قاعد بيلعب مع طفل تاني وبيعيد ان انتوا كنتوا بتقولوه فهي ما ما فيش صدمة في الموضوع ده ان هي تعمل كده انا عايزة اقلتها نظر حضرتك لحاجة هو الموضوع مستصيرش قدامها هو بالفعل حصل من ثلاث سنين ان المطرة نزلت في التجمل وغراك الدنيا كل ده تمام فهي بتحكي ان هو نزلنا مصر وحصل معنا كذا كذا انا عايزة اوصل لنا لحضرتك نورة ان انا ما حكيتش قدامها حاجة هي بتحكي موقف اتحطت فيه اتحطت فيه بس انها تتكلم تبلغ عن شخص معين وتبقى أغضى منه موقف ده استحالة الطفل يحكيه غير لما يكون حد حكى قدامه الموقف ده ممكن تكوني مش قصدى يعني ممكن تكوني بتكلمي مثلا والدتك في التليفون والدتي توفت والدك بتتكلمي معيها فبتقولي ده عمل اللي هو ايه بتشتكي او زا ما حسنا احنا بنحكي ده البقتي ممكن ان يبقى اطفالك سمعين اللي لاي لا مش منذرة اطفالك اللي لا اولوه يعمل ده لان انا كنت محافظة جدا على الحالة النفسية بتاعتهم انا اللي كنت بتواصل وانا اللي كنت بكلم صاحبه بمراته بليز خليه اتصل حانا قطعك يا سالي اوكي دكتور مونة استت تتعامل ازاي بعد الطلاق خصوصا انه مفيش ابه لاب غايب خالص او بصي هو طبعا ما تزهيش من محاولات الودية تمام ده نقطة اوكي مش عايزين نخوض في الاسباب يعني ان هو مغض النظر قرر تجوز فجأة او اكيد فيه اسباب اكيد ليه اسباب اكيد احنا خلاص الموضوع انتهى فانتي دلوقتي مركزة على الاطفال هل أنت متأكدة أن هو مش عايز يتعامل معاهم النهائي؟ يعني عدم مسؤولية منه ولا عند فيكي؟ لا عند فيكي أنا مليش عوبي وهو حياته الوحدة يعني هو كان شخص غير مسؤول قبل ما دي حقيقة بحكم مش هظلمهم بحكم الظروف اللي مر بيها الصحية من سن ست سنين إن موضوع الكادني دي عملت له أزمة فالبيت عنده الأسرة الأب والأم كان فيه دلعة أوفر ليه ده كلام والدته إنه هو مش عايش فإحنا خايفين عليه فكل حاجة تحت إيه اللي عايزه بيجيله ده أنكوا تبعاني منه وإحنا مجاوزين أناني شوية بتاعتي حاجتي حتى لما يجيب حاجات كيندل في البيت يقول الأولاد إيه دي شنطتي أنا جبت لكم دي حاجتي ما حاجتش يميد إيدو عليها سالي هناخد بس فاصل وهنكمل معيك بعد الفاصل وهنرجع لكم بتاني ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لكم تاني من الفاصل ومعنا دكتور مونة وسالي عايزة أعرف يا سالي إيه اللي يخلي أب ما يشوفش ابنه لمدة سنة والله أنا دورت كتير وراء السؤال ده وتنعوصل لإجابة ما أعرفش وما لقيتش إن عدم التواصل من الأب فقط لأ ده من الجدة ومن العمام قطعين تماما تواصل تقدر يا دكتور مونة تقول لنا انفسار بيأثر على الطفل إزاي؟ بصي هو يعني المجتمع حاليا عامل فوكس أو حوالين انفسار نتيجة معدل الطرق مرتفع فعلا تمام بس هو ما قدرش أقول انفسار بيأثر على الطفل إزاي عايزة أقول تعامل الأم هو بيأثر على الطفل إزاي لإني لو ما حصلش انفصال والعلاقة الزوجية قائمة والعلاقة ما بين الزوجين مش كويسة فيها النزاع فيها توتر في أيا كانت الأسباب هل ده الأطفال هتطلعوا كويسة؟ نفسيا هتأثروا فمش عادي نعمل فوكس على فكرة الانفصال قدما نعمل فوكس على أنت هتعامل زي مع أطفالك تمام؟ فحالة غياب الوالد حاولت أكتر من مرة أن يحصل تواصل تمام؟ إن ما حصلش ده يعني هو أنت هتشتغلي في جزئين أولا ما تيقسيش تمام؟ في جانب أنك تحاولي تعملي تواصل ما بينه مش أحسن الحمد لله جاءت منه لا لا أنا ده ما شوفه كتير ازاي اتفادى يا دكتور مونة أن الطفل ما يتأثرش قوي بموضوع الطلاق؟ ازاي اتفادى النقطة دي؟ احنا نتعامل مع الطفل لنتربيه تربية سوية تمام؟ يعني ما تحكيش قدامه المشاكل اللي بابا عملها أو كنت هتديره الكلا يعني ما تحكيش الستوري كلها قدامه لأنه مش هيبقى مدركة وهو بس هياخد المشاعر بتاعتك اللي أنت تتحكي بيها فهيكون تأثيره سهل به على الطفل الأول وبعدين عليك لأن الطفل إحنا شوية وهندخل على سن المراقب طيب ده يعود عليك أنت يعني التروات النفسية اللي هتحصله هتبقى أنت برضو طول الوقت في مشاكل عايزة تعالجيها بس لما يحصل أن الأب نفسه لما ابنه يخش مثلا أوبريشن والأب يعمل له بلوك على الموبايل فدي خرج عن أراضة الأم أن الطفل بيحاول يتواصل مع الأب بيقول له أنا أعملت أوبريشن يتواصل مع نفسه ولا حد اللي قاله سوري الطفل حاولي يتواصل مع الأب لوحده ولا حد اللي قاله وكلم لا لا أنا هو كان بيعمل أوبريشن فأنا صورت هو بعث له الفيديو هو أمله بلوك أكيد دوت أنا عايزة بس أسألك سؤال بس باختصار كده بس أنا عايزة أعرف إزاي يخلي علاقة الأم والأب بعد الطلاق كويسة ما أنا بقول لها ما تيقسيش تحاول تتواصل يعني اتبعاتي حد تكلميه أنت دايركت يعني بس يعني أما تكلمين ما تكلميش في حاجة شخصية ما بينكم ما بينه أنت هتكلميه أنا بتكلم دلوقتي علشان مصلحة الطفل الأطفال بتاعتنا إحنا أنا بشكرك دكتور مونة ونورتينا النهاردة وبشكرك جدا يا سالي بعد أكيد طبعا كل الأمهات الحلقة النهاردة استفادت منها جدا والفقرة بتاعتنا وبجد بشكركم نشوفكم بقى كل خميس وأشوفكم على خير في برنامج تغيير مصار